ما هو المجلس الصحي؟ بص المجلس الصحي المصري دي هيئة عامة خدمية لها شخصية اعتبارية المفروض انها حتى بتعين من فخامة رئيس الجمهورية المجلس الصحي ده تابع لفخامة رئيس الجمهورية مقار راحي بقى قهارة يجوز على الفترات اللي جاية وبعد الموضوع يمشي انه يبقى ليها مقارات في المحافظات كويس حتى تسري احكمها على كل القطاع الصحي في مصر اطباء البشريين اطباء الاسنان السيادلة العلاج الطبيعي الطب البطري والطمريط عظيم بالاضافة الى اي جهة تدخل في التخصص الصحي ممكن تقدم طلب للسيد رئيس الوزراء وتاخد موافقة عليه في الحالة جهة انضم للقطاع الصحي بالاضافة بقى الحاجة الجديدة اللي انضمت فعلا هي كل الطب القوات المسلحة الاكاديمية الطبية العسكرية وجمعة الازهر رائع دول عمرهم ما كانوا معنا في منظومة الصحة يعني في الجماعات وكده ما كانوش من ضمن التشكيلات بتاعتنا او من ضمن يعني قانوننا ما كانوش يتبعوا قانون الصحي فدلوقتي اصبح مشمول بهذا القوات المجلس الصحي المصري ده ما هيجي هيحل محل هيئتين الهيئة المصرية للتدريب الالزامي الاطباء اللي صدرت بقرار من رئيس الوزراء سنة 2016 رقم 210 واللجنة العليا للتخصصات الطبية اللي صدرت سنة 1998 رقم 3 كويس فالمجلس الصحي المصري هياخد هياخد كل التخصصات الهيئتين ومعدش هتبقى الهيئات جي موجودة هيبقى حاجس مع المجلس الصحي المصري حلو جدا هياخد العاملين فيها في الالزامي وفي التخصصات هيستمروا في عمالهم لحين تشكيل مجلس ادارة المجلس الصحي المصري هيعمل ايه اختصاصاته ايه؟ المجلس الصحي المصري هيبقى مسؤول عن امتحانات ترخيص مزولة المهنة وتجديد ترخيص مزولة المهنة مسؤول عن تدريب الأطباء ومسؤولية كاملة عن البرد المصري اللي حيبقى فترة تدريبية لكل القطاع الصحي المصري كله حياخد فترة تدريب بعد ما بياخدها المتدرب بياخد شهادة بكده شهادة معتمدة اللي حيعتمد الشهادات البرد المجلس الصحي المصري اللي حيقوم بوضع البرامج اللي حيتم بها تدريب الأطباء المجلس الصحي المصري اللي حيقيم المجلس الصحي المصري اللي حيشوف المتدربين وبرامج التدريب ويستمر في تقييمها عشان نوصل للشهادة البرد تبقى على المستوى المحلي والمستوى العالمي هندربهم بحيث أن يبقى التدريب يوصلهم للتعليم الحديث أو التعليم المستمر في الطب الموجود عالميا اشتركوا في القناة